إن إحنا ما نكتفيش إننا نتأكد إنه عنده الأوديومتري سليم وإنه لو عملت له إليفوكد بوتينشيال سليم لا لازم أعمل له سنسوري بروسسينج لإنه لو العمليات التباقية مع سليمة لكن البرسيبشن in the brain areas or regions is affected برضو النتيجة واحدة إنه مش هيدا يعمل comprehension to what he is hearing and accordingly he won't be able to talk or express himself in language شكرا جزيلا لدكتورة دين على هذه النقطة المضيئة يعني الحقيقة شكرا يفهمنا بالأخوة بالوقت يسعيدني جدا أني أقدم الأستاذة الدكتورة عزة رئيس وحدة اترابات التطور والسلوك في مستشفى الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس والحقيقة الدكتورة عزة دايما بيكبص للمواضيع بتاعة تشولز الكاتري والdevelopmental and behavioral pediatrics فيه مناظرة دائما اللي هي بتشوف الجديد فيهم وبالتالي بتقدر تقدم الadvice as recent as possible للمرضى اللي بيحتاجوه والنهاردة هي حتكلمنا عن الupdates of the treatment اللي هي بتشغل أي حد شك أو تشخص ابنه أنه عنده حالة autism spectrum disorder عشان دايما يشوف أنه فيه هوب في نهاية القانل المظلم وأنه طالما فيه هلب وفيه مساعدة يبقى فيه أمل يقدر يكمل طريبه من فضلك يا دكتورة دينا ادي الشير بقى لدكتورة عزة ونسمع دلوقتي دكتورة عزة عشان نستفيد من الupdates in the treatment of autism spectrum disorder بلاي رحمن الرحيم بشكر دكتورة ايمان زكي على دعوتها ليا في الupdates in the treatment of autism spectrum disorder أنا هتكلم على التريتمينت واضح الشير آه آه تمام واضح جدا آه تمام طبعا احنا أهم حاجة في الupdates in the treatment of autism زي ما احنا شوفنا في الupdates in the webinar النهاردة آه آه أهم حاجة الupdates in the autism آه أهالي الأطفال التوحد دول يهموني جدا لإن هما دول اللي أنا بقدر أعالج الطفل عن طريقهم فلو أنا ما عملت لهمش السابورت النفسي إن هما يحسوا إن احنا في ظهرهم وإن احنا حاسين بيهم وإن احنا بنوديهم المكان الصح وبنديهم العلاج الصح آه مش مش هيحصل اللينك والعيان هيبقى in compliant ومش هيجيلي تاني فأنا لازم أحس وأعمل سابورت أهم حاجة ليه الautism family as a whole وحس بيهم وشوف هما حاسين بيه هما حاسين إن هما isolated آه السابورت بتاعهم من ناس معينة ولازم يبقوا لين كده لينا إحنا كأطباء دكاترة أطفال وكسب سبيشياليتي إن احنا ديفولوبمينتال بيدياتريشن فلازم نشو هيم الكمباشن بتاعنا والاندرستاندنج لظروفهم وإزاي هنعلم الطفلة عن طريقهم وإزاي نطول بالي الأم ونعرف بالcommunication skills إن احنا نرد عليها ونطمنها ونحسسها لأن هي عارفة من قبل ما تجيلي إن لسه ما فيش كيور للautism فأنا لازم أحسسها إن فيه هوب والهوب إن شاء الله قريب وفرج وقريب زي ما بنقول وهقول لها كل الoptions اللي عندي علشان تفضل هي حاسة إن أنا معاها وحاسة بيها ووقفة معاها وبرد عليها في أي وقت عشان تحس إن أنا على طول لينكد ليها ومعاها دي أهم حاجة يليها طبعا الautism treatment زي ما الويبنر النهاردة وضح إن الautism treatment ده multi disability team هنشوفه دلوقتي وبيعتمد 50% منه على الميديكيشن مش كله ميديكيشن لإن ما فيش كيور بالميديكيشن إحنا بنعالج الموربيدي اللي موجودة مع الautism بالميديكيشن أهم حاجة تهميني الeducational behavioral treatment دي أهم حاجة الprograms اللي available عندي ولازم أفاهم الأم كده ولازم أقول لها إن الموضوع هياخد وقت وأنا معاكي وكل التيم اللي معايا معاكي وببعاتها طبعا وفاهمها إن مش أنا بس اللي بشتغل إحنا تيم ستة ستة بنشتغل مع بعض pediatrician psychiatrist psychologist audiologist phonetics clinical nutritionist كل كل professional كل واحد بيشتغل في الجزء بتاعه زي ما دكتور إيمان زي كانت بتقول أنا لازم أبعث للإيديولوجيا عشان أشوف central auditory processing بتاع الولد ده بيشتغل ازاي هل هو بيسمع؟ هو بيسمع هو بيسمع هو أنا لو عملت له audiometry بيسمع بس هل هو centrally بيprocess السمع مع الكلام مع الفهم دي اللي تهمني كذلك زي ما الدكتورة دينا الألف قالت في sensory بل الحاجات دي أنا لازم أعملها وأعملني كwork up لإن كل autistic child different عن الأother أنا لازم كل واحد أعمله لوحده classification وأشوفه هو هيتطلع for any zone علشان أعمله tellering أفصله العلاج بتاعه العلاج بتاعه لازم يبقى properly وearly في الدياجنوزيس عشان على طول ألحق أعمل family parent support لإنها هيكصل shock stage denial stage وبعد كده grave stage حزن رهيب وبعد كده أنا هستحملها في الثلاثة stages دول علشان أخذها في treatment journey الطويلة قوي وأخذ الولد أكد لها أنه هو عنده أوتزم وعمل لها psychometric evaluation وطلع لها degree of أوتزم في الولد ده وبعد كده هعمل treatment plan اللي أنا عايزة طبعا لازم يكون عملت psychometric evaluation neuroimaging ولو فيه genetic حاسة فيه أي مشكلة لازم أعملها ولازم أفهم parents in the primary goal في treatment of autism to improve improve not pure لسه لحد الآن وده صعب علينا ك pediatrician لنحنا نقول لها كده فأنا بحاول أوصى الله الهوب الأول وفاهمها أننا هي improve over all ability ونحسن autistic child to function في الحياة فطبعا يهمني خالص ال behavioral intervention ده أهم حاجة ده my top بعد دي طبعا dietary control زي ما دكتورة ياسمين يعني قالتها باستفاوضة يليها تالت option عندي pharmacotherapy ولو في chelation لو الطفل محتاج بعد 6 سنين وطبعا لازم أفهمها أن medication مش هتعمل cure وفهمها بطريقة communication skill زي ما أنا قلت علشان ما عملهاش depression عشان ما عملهاش trauma هقول لها أن أنا هتيلر ال behavioral problems اللي بالولد بشوية drugs لو احتاج في دم journey بتاعت treatment وإيه الحاجات اللي ممكن أشيلها ممكن أحسنه hyper activity أحسنه obsession أحسنه anxiety أحسنه tantrum أحسنه الحاجات دي علشان يقدر يكوب ويقدر يتحسن ترايالز بعد ما هعمل كل ده للtreatment في new trials جديدة وفي new hopes ان شاء الله وفي حاجات جديدة موجودة لسه مستنية ال approval علشان تتحسن في حاجات approved خلاص اللي هي زي hyperbaric oxygen كله هقوله في details عليها question marks بعد ما بقت approved repetitive trans cranial magnetic stimulation therapy والtreatment of stem cell مستنينها ودي اللي احنا كنا في الاجتماع قبل الوقت الwebinar ده بنتكلم وحدة stem cell transplantation اللي هتتعامل حتى الدكتورة لرين تقول لنا كنا بنتكلم هتبقى شكلها عامل ازاي لان دي من ضمن الهوب في علاج الautism وطبعا فيه لسه under trial ولسه مش دخل phase 3 اللي هو oxytocin intronasally والfazopressin antagonist كل ده هقوله بالتفصيل اول حاجة هتهبني الbehavioral management الام رايحة جاية عايزة تعمل behavioral management technique او approach صح مين اللي بيحط الapproach الصح ده بعد ما بعمل psychometric evaluation بنقعد as a team وبنجهز الطفل ده هيعمل ايه هيعمل speech therapy هيعمل occupational therapy زي ما هنشوف هيعمل كل طفل ليه بتاعه مينفعش ااخد كل الاطفال عمل لهم program واحد مينفعش لازم كل واحد اشوف ايه اللي موجود عنده وايه الموربيليتي اللي واقف هو عندها اعالجها وايه اللي هقدر اعالجه واحسنه بالprogram اللي عندي اهم حاجة انا لازم احسن بتاعت الولد عشان امبروف البيهيفور بتاعته مع الكميونيكيشن في كتير قوي من الابروتش اللي احنا بنوصل لها وبنعملها منها الابي ايه اللي هو من احسنهم اللي هو الابلاي الاناليسيس وده بيحسن جدا لتخلد الطفل انا عايز الطفل ده ما يبقى independent انا عايز يبقى independent فأسرع وقت فأنا بحاول خليه يستقل يعرف يتصرف يعرف يكوب الحياة اللي حواليه عشان الام تهدى عليه شوية عشان الام تطمن شوية فيه ابروتش بعدي اللي هو بنستخدمه لو فيه موجودة في الطفل اللي عنده توحد وده بيبان من وطبعا زي ما دكتورة دينا القلفي قالت وال اللي اتنين بيمشوا عندنا وبنحدد مين اللي بيروح فيهم يتعملوا الPrograms دي طبعا زي ما احنا قلنا الSpeech ثرابي دي اهمهم يليها Physical Therapy لانه بيبقى عندهم Fine Motor Skills Deficit بحاول احسن Physical بالPhysiotherapy بحسن لهم Fine Motor واحساسهم Sensory Integration وحركة Fine Motor بتاعت الهند بتبقى ضعيفة عندهم فعايز احسن الموتور Skills بتاعتهم والOccupational Therapy دول طبعا بتوع الفيزيو Therapist بيبقوا معانا Hand in Hand بيحاولوا يصلحوا الحاجات دي وطبعا انا مش هتكلم عن Nutrition دكتور ياسميني استفاضت فيها وكانت updated جدا وقالت اللي اللي احنا بنشوفه لان الاطفال دول معظمهم بيبقوا Peaky Eater 70% من Autistic Children Peaky Eater 70% الامة مش بتتشالنج Behavior لا ده بتتشالنج Peaky Eating كمان وبتعاني من حاجات كتيرة انا لازم اعالج Family Conflict ده يهمني جدا Family بتاعت الطفل اللي عنده Autism يهمني جدا لان Family Conflict هتريستريكت Family Activity وهحول العيلة دي من عيلة طبيعية لعيلة عندها Stress عندها Conflict مش Isolated افلع على نفسها مش عارفة تخرج مش عارفة تحل اي مشكلة مش عارفة تتعزم مش عارفة تاكل مع حد لان هي بقى عندها Major Family Conflict Major Health Problem ولو حصل كده هيحصل Parent Stress وهفقد الام دي ومش هتقدر تكوب انها تيجي الفيزت الكتيرة بتاعت الانتروفانش طبعا الحاجات دي خلاص دكتورة ياسمين استفادت بها كلها كلها Top 10 Recommendation هي دي كلها بتاعت الاوتزم قالتها الدكتورة ياسمين مشكورة وطبعا احنا لازم عشان نعمل Guidance احنا عاملين protocol بيننا وبين Nutrition Clinic Clinical Nutrition مع دكتورة ياسمين في feeding clinic في الاوضاء اللي جنبنا وبنعمل لهم feeding sessions علشان نحسن اللي هما موجودين عندهم ونديهم options كتير قوية علشان نفهم الام ازاي هتعمل مثلا زي ما دكتورة ياسمين قالت زي ما دكتورة ياسمين قالت ايه اللي قدر اعمله ايه اللي احنا بنقدر نساعدهم بالمستشفى ان نديهم اكل جلوتن فري الحاجات دي كلها موجودة ولازم زي ما هدي العلاج لازم هدي options وال facilities لازم احسن جودة الخدمة علشان يقدروا ساعد الام دي انها تحسن اللي موجود في الولد لان لقوا ان الطفل اللي عنده اوتزم عنده حاجة اسمها نيوفوبيا فوبيا من الفود نيوفوبيا يعني هو مش عايز يجرب اكل جديد انكشس انه هو مش قادر يغير هو عنده استيريوتايبي هو مش عايز يغير اي حاجة منها الفود فانا لازم اديله افاهم الام الاسكوب بتاعنا احنا عايزين نزود ايه وننقص ايه ونمنع ايه علشان هي تبقى فاهمة الولد ده هنقدر نمشي على انهي في الهوم نيوفوبيا ويوفوبيا ووضعها قليل قوي في علاج الاوتزم ولازم الام تبقى فاهمة كده انا ما عندناش زرائر ندوس عليها لحسن معنديش زرار يحسن الهايبر اكتيفتي بالعكس احنا بنحاول نحسن الاسكيلز البيهيفورال اسكيلز بتاع الطف لكن الافيدي افروفد ان الاتيبك الانتسايكاتيك اللي هي زي الراسبرادون والاريبيبرازول افكتف ان هما يقللوا يقللوا ولازم افهم الام الحاجات دي بس بروفايد ان انا لازم اعمل جروس شارت علشان الميتابوليك سايد افكت للأدوية بتاعت الانتسايكاتيك بتعمل ويت جين وبتحسن الابيطايت وبدخلي في متابوليك ساندروم ودسليبيديميا فلازم اخلي بالي جدا يبقى عندي جروس شارت لحالات الاوتزم في العيادة عندي وقت العلاج وزي ما احنا قلنا ان هو افدي افروف ده خلاص من 2016 ان احنا لازم نتولوريت كل طف ونتايتريت الجرعة مش كل طف هيمشي على نفس الجرعة انا عيهاف ابتدي باللوست دوز واعلي بالراحة واتايتريت البنيفت اصاد الريسك يعني لازم ازود ده ونقص ده لو عندي هايبر اكتيفيتي بدي ستيملانت انواع الستيملانت الستيملانت طبعا ليهم ادكتيف دوز وليهم طولرانس وليهم وزدرو المانيفستيشن فبنبعد عنهم شوية لانهم جدول لكن النونستيميلانت بتشتغل على الرسيبتور فهي خفيفة شوية بتقلل الهايبر اكتيفيتي سيمتوم والإن أتنتفنس اللي بتبقى موجودة في حالات الاوتزم وملهاش السايد افكت بتاعت الوزدرو المانيفستيشن بتاعت النيوروستيميلانت الSSRI لقوها مش افكتف قوي في امبروفينج الربتاتف بهافيران فبعض الأطفال بتحسن لكن احنا صراحة مش بنستخدمهم قوي وزي ما احنا بيقول ان لازم الديفولومنتال بيدياتريشن يوي الرسك والبنفت بتاعت الأدوية قبل ما بتديها وهبتدي بلوست دوس مونوثيرابي و اتايت ريت واتولوريت وتالر العلاق على حسب السكيلز او حسب البيهيفر اللي مدايقني ومدايق اعمل فاملي كونفلكت في الولد ده نقل النيو ترايلز والإعراز الجديدة بتاعت الهايبر باريك اوكسجن ابتدى في سنة حوالي 2011-2012 ابتدينا احنا في 2013 عملنا استاضي مع استهزتنا الفاوندر بتاعت عيادتنا دكتورة فريدة الباز ربنا يديها الصحة عملت استاضي واخدنا عدد من الأطفال عملنا لهم سيشنز ايه الهايبر باريك اكسجن ده ده عبارة عن زي ما احنا هنشوف دلوقتي انهو ده عبارة عن اكسجن اكسجن in high pressure 1.5 to 3 times الاتموسفيريك اكسجن pressure وبيتحط في وبيخدو من 20 ل 40 سيشن من من 1 hour ل 1 hour اوكي اخدنا الاطفال دي وعملنا لهم 20 سيشن وعملنا لهم MRI SPECT BEFORE AND AFTER لقينا ان بتاعهم PRE AND POST اتحسن اتحسن بس خلي بالنا بعد ما اتحسن حصل ريجريشن اول موقفنا الهايبر باريك اكسجن وابتدينا زي ما احنا شوفنا PRE وبوست بعد ما عملناهم الولد اتحسن وقت وقت السيشنز بعد ما حصل وقت السيشنز حصل ريجريشن لكل المايل ستونز اللي اتحسنت والكوميونيكيشن سكيلز اللي الولد حصلت والسوشيال انتر اكشن وابتدي يبقى فيه كورين ستاديز وداتا بيز قالت بقى في 2016 بعد ما الارا دي ظهرت قالت ان نو امبرومنت في السوشيال انتر اكشن والكوميونيكيشن سكيلز بعد توقيف الهايبربارك اكسجن طب ايه الحل قالوا ممكن ندي الهايبربارك اكسجن 20 سيشن every من 6 months ل1 year علشان نحسن سنة الكميونيكيشن سكيلز ونقل شوية البيهيورال بروبلمز ودي بعديها على طول في 2016 اللي هو Transcranial Magnetic Stimulation Therapy في الاوتزم وكان safe هو بس ليه صوت الMRI كلنا طبعا عارفين صوت الMRI نفس الصوت ليه بروب بتتحط بنعمل الاول brain mapping زي ما احنا شايفين وهي دي البروب اللي بتتحط على المكان حسب brain mapping وحسب الكمبيين بتاع الماظر لو الولد عنده مشكلة في الهايبر activity brain mapping هنطلع فين المكان بتاع frontal motor area عشان نعمل له suppression لو المشكلة في cognition والattention span بنمشي temporal لان الautism temporal centers فيه موجودة فبنحط الفورك زي زي ما انتو شايفين هنا محطوطة علشان الهايبر activity لكن لو حكت temporally حسب brain mapping بتاع كل طفل الواحد بنحطها علشان نحسن الattention span ولقوا ان الfrequency بتاع RTMS بيحسن بيعمل improvement الattention وبيخلي الinformation processing الspeech processing والquality of speech والexpressive speech تحسن جدا بعد الاطفال ما خدوا الSessions بتاع RTMS وهي برضا بتتخذ خمس مرات اسبوعيا خمس ايام و two days off وفيه اطفال بنحسن لها لو دخلنا على motor area بتحسن جدا irritability behavior والirritability والhyper activity نقلب زي ما احنا قلنا لل stem cell transplantation الارا اللي احنا مستنيينها ودي الهوب اللي ممكن يحسن وي correct ويعمل cure لمعظم الحالات نتمنى من الله ان احنا هنعمل اللي هو هناخد stem cell من الفيتس whatever هناخد stem cell اللي هي تكون neuro اكتدار وهتبقى ليها neural precursors وهي هتتحول زي ما احنا نتمنى انها تتحول ل nerve cells ويتحسن جدا الحالات بتاعة الautism بس لازم هي ليها نقطة ان انا ما ينفعش اديها او اعمل stem cell transplantation في طفل كبير في السن انا محتاجة early diagnosis و early intervention علشان ما يحصلش morbidity انا ما قدرش اشيلها فالstem cell هتبقى promising جدا من اول سن سنة ونص لحد ثلاث سنين اللي هي السن بتاع skills وال milestones اللي انا محتاجاها عشان احسن جدا الbehavioral وال skills بتاعة الولد وطبعا هم عملوها لحد الان هي اتعاملت لسا في مرحلة الترايلز ولقوا ان الresponse فيها لتعامل للvolunteers اللي موجودة في phase 2 لسا حصل improvement للbehavioral في الاطفال اللي قال من 3 سنين و improvement في attention span كمان فطبعا ده magic magic يعني ده حلم اتمنى من الله ان هو يتحقق وان شاء الله هتبقى موجودة في جامعة عين شمس في المستشفى ان شاء الله وحدة stem cell transplantation باذن الله دكتورة ياسمين بتسعى انها تدخلها هي والاستاذة دكتورة مانال حمد السيد نيجي بقى للترايلز الجديدة الpromising برضك اللي بحسن جدا اللي هو oxytocin versus الدismopressin oxytocin والdesmopressin oxytocin ده الاثنين hormones الاثنين موجودين عندنا في peripheral circulation لقوا انه هما بيحسنوا جدا social behavior اللي موجودة في الاس دي even لو حد ده هو بقى للpre-adolescence autism والold autism الاطفال اللي اكتر من 6-7 سنين هما promising جدا هما regressing الbehavioral isolation بتاعهم ويحسن جدا social communication لقوا ان الoxytocin عملوا منه خلاص وهو phase 2 خلاص داخل phase 3 يعني خلاص مفروض very soon استنادي او على نهاية استنادي نبقى FDA approved اتمنى من الله لو هو فيه فايدة انه عملوا oxytocin intranasally وزي ما احنا شايفين ان ان oxytocin هتعدي زيها زي natural produced في نفس المناطق لو احنا شفنا natural produced oxytocin هيبقى في نفس الاماكن علشان تحسن social interaction اللي موجودة في الاطفال هو act as neuropeptide وهي modulate social behavioral والcognition اللي هو انا عندي دي معظم مشكلتي في الautism نوجل dasmopressin وده برضا waiting for ده خلاص ده يعني خلاص هيبقى في الماركت خلاص وبتالي يعملوا announce لسعره وللتركيبات بتاعته انه خلاص داخل خلاص ده phase 3 انه هو وسموه كمان bulb vatan اللي هو selective small molecules من ال vasopressin اللي هو anti-diaryotic hormone antagonist لأ انه هو بيتحسن والكلام ده ابتدى من من 2017 وابتدى يخش phase 3 وانه هو لأ ان ال-efficacy بتاعتها في ال-social interaction و ال-cognition في أطفال ال-autism واتمنى انه هو يبقى approved FDA approved ونستخدمه على نهاية 2022 وندي promise لكل الأهالي اللي آآ 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 نتمنى انه ده يحسن جدا ال-social interaction وال-quality of speech في الأطفال آآ 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 Pax 101 Pax 101 آآ 101 ده عبارة عن آآ anti-purenergic حاجة بتشتغل على mitochondrial dysfunction اللي هي incriminated في ال- pathogenesis of autism ف يحسن جدا وقالوا بس ده لسه بدري بقى انه داخل trial انه هيحسن ال- social interaction ويقال لل- inflammation اللي هي سببها mitochondrial dysfunction وهيحسن جدا الأطفال اللي عندوهم autism spectrum disorder وآخر حاجة بقول ان ال-autism ده different ability اتزانات disability لازم افهم الام كده ان الولد ده عنده في حاجات كتيرة قوي وهو عنده مشكلة في communication و sociability لكن دي مش disability احنا لازم ناخد الجزء الكويس ونحسنه ونحاول نقلل لها اللي هي حساية ونفهمها انه هو it is not a disability وطبعا destigmatized ال-autism في مصر نحاول نبعد عن ال-stigmatization بتاعة ال-autism ونحتوي الاهالي لو حتى لو بنصوفهم في اي ميتنج او اي حاجة انه ده طفل عادي ونحاول نتعامل معاه when this not destigmatized دي my message اخر slide ان انا اقول destigmatized autism thank you شكرا جزيلا دكتور عز على very comprehensive and updated بتخلي دايما بتقول يعني انه الميتسن عمره ما حيتوقف وعمره ما حياخد حاجة for granted وعمره ما حياء بل بان في حاجة مستحيلة او ان مرض ملووش علاج على قد ما سنين طالت من يوم ما توصف اول حالة كان فيها بعض اعراض من الوتيزم سنة 1780 وحاجة اللي هي كانت زي تارزن وبعدين 1910 بتدوا يتكلموا عليه وبعدين الهيستوري اللي احنا تكلمنا عليه النهاردة حد ما بقى specific diagnosis في DSM5 criteria وشالوا منه linguistic disorder by association أو specifier الطريق طويل لكنه دايما فيه امل الجديد في العلاج بس نبقى optimistic ونبقى متواضعين ونحن مننقش الoption دي مع الاهالي عشان بس ما يصدموش لان بعض الاحيان زي ما كان الhyper paric يعني سمعة فظيعة في الاول مقطع لكن اكتشفوا ان هو اول ما بيتوقف الجلسات مش بس بيحصل station location لا ده بيحصل location للحاجات اللي اتحسنت فبس نبقى optimistic جدا ونشرح كل الoption اللي الاهالي عشان ما ناخدهم ش السكة امل سريع او كبير وبعدين بعد great expectations يجي لهم frustrations فدي بس اللي احنا نقدر نركز عليها لكن دايما نقول لهم انه في امل وانه المين cornerstone في dealing مع الاوتستيكس زي ما قالت الدكتورة عزة هو الbehavior والeducation والskill acquisition ده الgolden rule في dealing مع الاوتستيكس وعزة من المدرسة اللي بتقول انه عليه difference والدكتورة جيهان من المدرسة اللي بتقول عليه disability زي ما شرحنا في الاول ان الاوتستيك community بينقسم الى ناس بتعدد انه difference واننحن مست accept and understand respect and help الاوتستيك population to reach their maximum potential not trying to treat them to be just copies of the neurotypically developing counterparts peers او counterparts التوك مهمة جدا للدكتورة عزة لانها بتفتح الارة الجديدة اللي احنا هنتكلم عليها ولازم نقول ان early diagnosis والearly intervention هم يعني حضر الاساس في getting the most benefit of the rehabilitation programs of autistic children شكرا جزيلا دكتورة عزة على هذه التوك الكم الممتازة في توضيح كل ما هو جديد عن الأتز شكرا دكتور عمين مرسي على الحضور مرسي كل الحضور الحقيقة